بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته معكم ميثم سرحان في فيديو جديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي اليوم رح نتكلم عن موضوع جدا مهم وفصل مليان أشياء جديدة أو مفردات أول مرة رح تعرفها كل اللي أريد من عندك نجيب كتابك تجلب كتابك والكراسة يكون أمامك حتى نبلش إن شاء الله بالفيديو والتحديد عندنا صفحة 22 يعني هي مصنوعة من طبعا نحن حتشينا هواي بالفصول السابقة اللي أو الفصل السابق العفو اللي هو الفصل الأول اللي يعني ما شاف الفيديوهات مناني يرجع هناك الفيديوهات يشوفها ويطلع عليها رح نتكلم عن يعني الموضوع والدرس درس واحد فقط ناخد وبعديا نروح نحل تمرين من الكراسة وهكذا كل مرة إذن خلونا نبلش بالدرس درسنا اليوم صفحة 22 بالكتاب هاي يعني هي مصنوعة من يعني إحنا نقول لها بالعراقي اللي هي الإنامى مال الشرب اللي مين مصنوعة اللي هي مصنوعة من الزجاج مادة الزجاج أو القزاز بالعامية العراقية طبعا هذه هي الشكل بالكتاب رقم ثمانية اللي يريد من عندنا هو بهذا التمرين أنه نخلي رقم رقم الصورة في هذا المربع ونقول إذن يعني هي هي اوكي دني ينحفظا بالتمام دني ينحفظا بالتمام لأن احتمال يجانك بالوزاري يجان على شكل شنوى على شكل فراغات اه اختيارات او طابق فجدا مهمات ينحفظا شكل ومعنى وشكل كامل يعني إذن راح نخلي رقم ثمانية بالمربع اوكي نجي للصورة اللي بعدها او الكلمة اللي بعدها اللي هي وورين سبون وورين سبون اتسبب وورين سبون اوكي يعني هي شنوى ملعقة من الخشب وورين سبون هذا الشكل مالتها بالكتاب رقم ستة إذن نخلي بالمربع شنو نخلي رقم ستة اللي بعدها إذن هسا عنا صار مفردتين هذي الوورين سبون يعني مصنوعة من الخشب هذي الصفات اللي شنو يعني تبين لك المادة مصنوعة من أي شيء اوكي زين لاثر بوتس لاثر بوتس اللي هي شنوى اللاثر بوتس اللي هي البوت اللي مصنوع من الجلد لاثر بوت لاثر يعني جلد طبعا الملاحظة هميا انه تلاحظون انه الاشياء اللي ثنائية يعني مثلا مثلا يعني زوجين الحذاء مثلا زوج البنطرون يعني دي رجلين اوكي هاي دائما ما يستخدموها بالشكل الجامع المقص اوكي فلاثر بوتس معناها شنوى معناها بوت مصنوع من الجلد اذا رقم ثلاثة فيكون هنا شنوى عدنا رقم ثلاثة زين اللي بعده شنوى اللي بعده مارل سوس بام بالمارل سوس بام يعني احنا شنسميها نسميها يعني بالعربي قدر او الجدر بالعراق العامي هاذا بس مصنوع منين مصنوع من المرعو اللي هو شنوى اللي هو الحديد او المعدن معدن الحديد اوكي فهذه رقم سبعة الصورة رقم سبعة خلينا اللي بعدها شنوى عدنا رابر 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 هو المطاط اوكي رابر يعني مطر بوتس يعني هو البوت بس بشكل شنوى بشكل جمعي فمثل ما قلنا الأشياء اللي بيها دائما ما تكون جمعي زيان واحد يقول زيان واذا عرفنا انه هذي مفرد وهذي جمع اذا عرفنا الفرق انه هذي جمع وهذي مفرد راح الصيغة ما للجملة تصير مختلفة يعني شون الجملة مختلفة يعني مثلا ما اقول على او يعني اقول از اوكي لانية مفرد رابر رين بوت اللي هي بوت خاص للمطر اوكي امين بصيغة الجمع رقم خمسة بالصورة مثل ما موجود بالكتاب اللي بعدها بولن سورر بولن يعني صوف اوكي سورر اللي هو جاكيت الخفيف اوكي فوومن سورر هاي الصورة موجودة اللي رقم اثنيا فهو مصنوع من من شنو من الصوف هسه صار عندنا بولن بولن اللي هو الصوف والاختيار رح يكون رقم اثنية جيد جدا رح نفجي اللي بعدها كوتن تي شيرت الكوتن هو القطن عدنا بالعامية العراقية وشوفوا حتى الاسبيلنج ما التسهل اه سي او دابل تي او ان فيعني كوتن تي شيرت اللي هو هذا اذا الاختيار رح يكون شنو رح يكون رقم واحد بيري جود اه اللي بعد هي اه اللي هي اه دينم جينز الدينم جينز معناها طبعا هو الخامة يعني جاي وصف الخامة مع القماش اوكي فالدينم جينز اللي هي احنا نسميه بالعراق الكابوي يعني كماش الكابوي فهذا والجينز هو يعني البنطرون الكابوي اوكي فا اه يكون الاختيار رقم اربعة جيد جدا هذي بالنسبة للمواد مثل ما قلنا ذني لازم ينحفظ هنا وصفات البلاستيك شنو البرابر مصنوع الوولن الوودن الاثر اذا المواد وما مصنوعة من اوكي جوها مباشرة اذكرنا مثل ما قلت لكم اذكرنا بالاشياء اللي هي على شكل جمع واللي هي صورة المفرد اجتنا بخصوص هذه القائمة اللي فوق يعني اذكر خليها بالك which nouns are singular one thing remember which nouns اي الاسماء are singular اللي هي مفرد تقول اذكر يا هي من الاسماء المفردة one thing اوكي which nouns are plural واي الاسماء بصيغة الجمع more than one thing شيء اكثر من واحد اوكي فهذا راح نقول احنا تذكرون بالنسبة لل تي شيرت قلنا شنو جمع مفرد شو تقولون اول صورة اذن هو بصيغة المفرد جيد جدا منو يتذكر بعد عندنا اللي هو نصوره شنو كان مفرد جمع اذن هو كان ايضا بصيغة المفرد زين اللي قلنا عنها انو اذا شيئين مزدوجين شنو جمع لو مفرد اكيد انو هي تكون بصيغة الجمع طبعا احنا شنو هسا حاليا بس نحكي على صيغة المفرد فرقم رقم ستة هي ايضا مفرد اللي هي الملعقة كانت الوودن سبون اللي هي الملعقة فتكون بشنو بصيغة المفرد بعد اشياء المفردة ايضا القدر كان بصيغة المفرد والجاق ايضا جاق كان السوس كانت بصيغة المفرد والجاق ايضا كان بصيغة المفرد اذا عدنا خمس اشياء كانت بصيغة المفرد وثلاثة فقط اللي هي قلنا متكونة من شيئين يعني جزئين مو جزء واحد كانت بصيغة الجمع اللي هي شنو اللي leather boots and rain boots rubber rain boots and بالاخير كان عدنا اللي هو الجينز ايضا كان بصيغة الجمع هذا حلهم هذا حل التمرين انه تفرق بين عدنا ثلاثة اشياء بصيغة الجمع اجت والبقية بصيغة المفرد التمرين اللي بعده اللي هو بنفس الصفحة صفحة ١٢٠ يقول ask and answer اسأل واجب what's the dog made of نين مصنوعة الدول كالقزاس اوكي هي مصنوعة من القزاس it's made of glass it's made of glass هي مصنوعة من الزجاج اوكي هي مصنوعة من الزجاج بالمناسبة it's made made هو الفعل بالماضي للفعل make اوكي زين طبعا هذي فسئلته هي سئلته what what are the genes made of what are هذا اللي حتشينا عنا قبل شوية اللي اتكلمنا عنا وقلنا انه الر للجمع والمفرد مجرد قال it's made او what's اوكي what's يعني s اللي هي is بصيغة المفرد فاستخدم is وهنا اختصارها اوكي what are قال للجينز اللي ان قلنا هي الثلاثة هذي تكون بصيغة الجمع they are او they're made of denim they're made of denim اوكي فهما مصنوعات من مادة الكتان او الكابوي فهذه القضية انه يجوز يجيب لك فراغ is low art فأنت تختار الاختيار الصحيح حسب الاشياء اللي هي مجموعة فعلى سبيل المثال صفحة ثلاثة وعشرين ايضا مطانا مجموعة من الاشياء يقلك what is ما هي what is it او what are they made of what are they made of من اي شيء مصنوعات اوكي للجمل زيان مثلا عدنا هذه المجموعة اللي هي شنية knife fork and spoon عدنا knife fork و spoon اللي هي السكينة knife والسبون اللي هي الملعقة والشوكة ذني من اي شيء مصنوعات حديث اذا metal اوكي metal اللي هو المعدن زيان number two شو تقولون شنو هذا من شنو مصنوع انا اعتقد انه هو مصنوع من الجلد letter right اوكي slather زيان بالنسبة الكفوف اللي هي طبع هذا shoes gloves اللي هي الكفوف اللي نلبسها في الشتاء شو تقولون شنو من شنو مصنوعة مصنوعة من المصنوعة من صوف all right زيان النقطة الرابعة عدنة اللي هو الفستان dress اوكي فستان صغير dress شو توقعون من شنو مصنوع هذا الفستان it's cotton all right هو مصنوع من القطن اذن هذا النقطة الرابعة بالنسبة للنقطة الخامسة pencil case اللي هي حافظة الاقلام مثل ما تشوفوها مصنوعة من الخشب اذا نقول wooden اما بالنسبة للصورة رقم ستة فهي اللي نسميها بالعراقي teacher او teacher هنا مجموعة bands bands مصنوعة من المطاب فنقول rubber bands اوكي حتى هي اسمها مرات يسموها rubber bands الماشي الماشي عليه بس هي بصيغة الجم هذا الزجاجي مصنوع من الزجاج من glass اللي بعد مصنوع من شو تقولون يعني نبين cowboy اللي هو شنو denim jacket مجموعة من الكلمات المهمة اللي تفيدك ويعني مفردات حفظ وقواعد انه تميز اكو اشياء تكون تجي بصيغة الجمع واشياء بصيغة المفرد مثل ما تشوفون الجلافز متكونة من الثنين والشوز الثنين والبانز والبانز ايضا مصنوعة من يعني مجموعة فيستخدم لها الاس ننتقل للكراسة بالكراسة اكو تمرين جدا وهو تمرين سامعي اللي هو صفحة الآن ننتقل حتى نحل تمرين عن الموضوع من الكراسة صفحة عشرين بالكراسة اكو تمرين جدا مهم يطلب من عندنا ان نستمع الموضوع او الكريمات اللي يقولوها وبعدي على ضوءها نحدد الاختيارات مالكنا خلونا نستمع للمقفع المقفع المقفع وذلك هو كي لذر لذر اوكي تقلاق از ميد اوف شنو مارل اللي هو شنو مارل قلنا المعدن وايضا الكي اللي هو المفتاح فهذاني اثنين هم مصنوعات من شنو من متل حسب الصورة الموجودة عدنا بالكتاب او في الكراسة اذا نخلي اثنين او عشرة مارت الاخر رحي سامعك المعلم على اساس انت تجاوب اللي هو شنو اللي قلنا عنا الجلد اوكي اللي هو الجلد والصفا اللي هي الاريكة وبعدين عدنا الفوتبول اللي هي كرة القدم فيكون خيارنا رقم واحد ورقم اه الطعش ننتقل للمصص السمع اللي بعده the doors are made of glass 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 the doors are made of glass اوكي the doors are made of glass the doors doors بصيغة الجامع are made of شنو هو مصنوعة من ال glass اللي هو قلنا الجلد is also made of glass and the table top is also made of glass and the table top is also made of glass اوكي فالglass هذي الكلمة اللي هو شنو ال doors قال مصنوعة من ال glass وايضا ال table top اللي هي يعني اعلى الطبلة مصنوعة من الزجاج المقطع اللي بعده rubber rubber اللي هو شنو ال rubber نقلنا عنا المقطع فال rubber مصنوعة من المقطع خلينا الرقمين رقم 7 و 14 للباب واعلى الطبلة وبالنسبة للبعده يكون rubber اللي هو المقطع شنو الاشياء اللي بصور مصنوعة من المقطع الطويد is made of rubber and so are the gloves toy dock اللي هي اللعبة البطة الموجودة بشكل مصنوعة من ال rubber اللي هو شنو اللي هو المقطع وال gloves أيضا مصنوعة من rubber اللي هي القفازات أو الكفوف النقطة اللي بعدها denim the trainers are made of denim and so is the backpack the trainers مصنوعة من شنو مصنوعة من denim خلينا العقام هنا ايضا اللي هو trainers اللي هي الاحذية الرياضية والحذاء الرياضي طبعا قال are made of leash لاني قلنا هي تعتبر يعني بصيغة الجنم والحقيبة ايضا مصنوعة من الدنم اللي هي مادة الكابوي اللي حتشينا عنها وعدنا ايضا رقم رقم ما لاتهم ورقم ثلاثة ورقم رقم وطمعش نخليها بالفراغات المطلوبة والمربعة المطلوبة عدنا ايضا الوود اللي هو الخشب وعدنا مادتين مصنوعة من عدنا يعني موجودة الصور مصنوعة من الوود اللي هي البيسبول بات اللي هو مضرب البيسبول واللادر اللي هو السلم في يكون خيارين الصحيحات الخيار رقم أربعة والخيار رقم مانية النقطة النقطة الأخيرة اللي هي المناشف مصنوعة من القطم إذا يكون الخيار إذنه تسعة وستة أوكي فهذا هو التمرين أو هذه الكلمات أو هذه اللي كان ينقرأ أو كان يتكلمون به بالمقطع الصوتي فالملاحظة المهمة أنه تركز على أكو أشياء تكون صيغة المفرد the clock is made أوكي قال is made لأن هي مفرد of metal and so is the key وكذلك أيضا استخدم وكذلك المفتاح لأنه مفرد the sofa is made of leather الأريكة كانت مصنوعة من أو الأريكة مصنوعة من الجلد وأيضا is the football وكرة الكدم أيضا مصنوعة من اللثر اللي هو الجلد الملاحظة قلنا أنه وشوف مستخدمها بصيغة المفرد table أيضا is بس بس الغلاف ما قال is قال are so are the gloves أوكي فهذه جدا مهمة لإحتمال تجيك فراغات هذه الأشياء يعني اللي طوخيها باللون الغامق هذي مهمة فاللي يريدها يعني المقطع الصوتي يكون أفضل إليه ننتقل إلى الكتاب نرجع مرة أخرى إلى صفحة 23 الصفحة قبل اللي أخذناها أو أيضا منطينا تمرين يقول listen to Dania and Basim talking about شنو استمع لدانيا وباسم يتحدثون about what they are wearing ما الذي يتحدثون عن الأشياء اللي لابسيها أو المرتديها ويريد من إدنا نخلي الأرقام لل خلنا نستمع المقطع الصوتي ونشوف اللي جايب ولو لابسي talking about what they are wearing I'm wearing I'm wearing طبعا هذا اللي حتشو هسه وهذا نفس listen to Dania and Basim talking ويقول لابل اللي ورقهم هن الصور أو الصور مع لتهم I'm wearing a cotton skirt and leather shoes I'm wearing a cotton skirt and leather shoes okay هذا الاشياء اللي لابستها دانية اللي تقول I'm wearing a cotton t-shirt أنا أرتدي شنو أشترتدي cotton t-shirt t-shirt مصنوع من من القطن و denim jacket اللي هو jacket أو معطف مصنوع من cowboy و cotton skirt وتنور من الصوف مصنوع العفو من القطن و أيضا leather shoes واحدة مصنوعة من الجلد أوكي فهذه هي الأشياء اللي ترتديها دانية denim jacket وبعدين شنو cotton t-shirt وال cotton skirt اللي هي التنورة المصنوعة من القطن وبالأخير leather shoes مرتديتها ديلا أما بالنسبة البعسم شنو الأشياء اللي مرتديها نسمع I'm wearing a woolen scarf a cotton t-shirt a leather jacket a cotton t-shirt denim jeans and leather boots denim jeans and leather boots all right I'm wearing a woolen scarf وشاه مصنوع مليا من الصوف و من t-shirt مصنوع من القطن a cotton sheet t-shirt leather jacket denim jeans and leather boots اللي هي leather boots اللي هي البوت المصنوع من الجلد و denim jeans اللي هو الكابوي عدنا والجينز و leather jacket هذه هي الخيارات حسب الجملة وحسب المقطع الصوتي تكون بهالشكل هذا يعني بالتسلسل حسب اللي هو قال حسب ما قال باسم اوكي فهذا التمرين هو تمرين يعني اثرائي تمرين يعلمك مرة اخرى على اسماء هذه الاشياء او اسماء الملابس اتمنى كل الفيديو كان ممتع ومسلي لكم اتمنى انه شاكون القناة وتنطونا like وشير وسبسكرايب وتابع الفيديو الثاني اللي هو راح نتكلم به عن الفصل الثاني يكون تكملت في امان الله وحفظه اشتركوا في القناة